وحول مشروع مثلث ماسبيرو أوضح وزير الإسكان شريف الشيربيني أنه تم الانتهاء من تعويض سكان المنطقة كافة وتسكنهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم وأكد الشيربيني أن هناك توجيهات مكثفة للتصويق لوحدات المشروع السكنية والإدارية برضو عندنا مشروع مثلث ماسبيرو ده طبعا أحد برضو المشروعات الهمة في إطار تطوير المناطق العشوائية والحقيقة المشروع طبعا بتنفس فيه دلوقتي عدد خمس أبراج ثلاث أبراج سكنية بإطلالة على نهر النيل وفيه اثنين برج فندقي وبرضو فيه تنوع في الأنشطة ما بين الإداري والتجاري والحقيقة احنا بحقين برضو نسبة إنجاز جيدة جدا ويبتدينا دلوقتي بتوجيهات مكثفة في التسويق لهذه الوحدات وده برضو بالنسبة لنا أحد أهم المشروعات مع طبعا الإسكان البديل اللي احنا تقريبا سكننا كل العمل اللي كانوا موجودين في المنطقة لما تم تعودهم بالكامل